بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جمهير الأهل العظيمة جمهير أعظم نادي في الكون نادي الأهل العظيم أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي على قناتكم قناة النادي الأهلي والنهاردة حيكون لمباراة مهمة جدا كعادة مباراة النادي الأهلي دائما في الإسبوع الثاني من الدوري العام المتازر مصري لكورة القدم أمام البنك الأهلي المباراة اللي إن شاء الله نتمنى إن النازي الأهلي يواصل المسيرة بتاعة المباراة الإسماعيلية أو بداية ماتشات الدوري من الأسبوع الأول ويكسب المباراة ويستمر على قمة الدوري زي الأسبوع الأول إن شاء الله قبل ما أتكلم عن ماتش النهاردة عايزين نروح كده لحتة كده بسيطة يعني أتكلم عليها يعني دقتين كده ولا حاجة مش عشان حاجة أنا يعني زي ما بنقوله بنبص في ورائتنا وبس إحنا ملناش دعو بحد خالص ولكن أنا استفزني التصريح شوي أحد المدربين المنافسين للنادي الأهلي يعني تدخل كده في ما لا يعنيه طبعا بيكلموا وتصريحاته لا مش هيقدر يأثر لا على الأهلي ولا على لعبته ولا على الجهاز الفني بالحرب النفسية اللي هو عملها أو قالها في تصريحاته يعني حاجات قديمة قوي من الستينات طولة من السبعينات ومكشوفة قوي اللعبة اللي بيعملها وحيطة التنويم مغناطيسي وتقول لي طب هو مين طب وانت مالك بتتكلم ليه عليه طالما بتقول لنبص في ورائتنا هو مدرب أحد لأنديها المنافسة وقال بعض التصريحات مش يعني هي مالهاش لازمة يعني فعشان كده بعلق عليها بس قاعد يقول لك إن الأهلي جاب العيبة بالملايين ودعم صفوفه كتير وصرف الملايين وقاعد يعد كان نقص يعني هو اللي كان نقص إن هو يعيط هو بيتكلم لا حضرتك حضرتك خليك فريقك الأهلي آه جاب صفقات من حقه دعم صفوفه باحتياجاته من حقه طبعا كل ده حسب رؤية الجهاز الفني واللجنة الفنية هو النادي الأهلي دعم في المراكز اللي هو من رؤية اللي هو من وجهة نظر ميستر موسيماني أو الجهاز الفني أو الإدارة الفنية المراكز اللي هو محتاج فيها تدعيم أولا ده مفوش خرق اللي ما ننص عليه للتحاد الدولي بيمنح أي فريق في العالم فترتين بيجيب فيهم اللعيبة اللي هو عايز يدعم بيهم أو اللي هي نقصة في بعض المراكز فترة انتقالات سيفية وفترة انتقالات شتوية ده الكل الأنديل اللي في العالم على فكرة مش النادي الأهلي بس وكل أنديل العالم دعمت صفوفها أما إن فريقك بقى جاب صفقات ومعرفش يسجلها يلعيب مش في الأهلي يلعيب عندك يلعيب عند نديك فريق عنده مشاكل عنده أزمات عنده إخلال بالاتفاقات عنده إخلال بالعقود مع لعيبة وأندية ومدربين يعني عقوبة على حضرتك بسبب تصرفات نديك إيه علاقة الأهلي بالموضوع ما لك أنت أصلا وما للأهلي صرف ملايين صرف ملاليم هو كان طلب من حضرك دعم ولا حضرتك أو نديك دفع تكليف السفقات الجديدة دي للنادي الأهلي الحقيقة يعني بصراحة الأفضل إنك كنت تسكت أو خليك في فريقك زي ما احنا بنقول خليك في ورقتك في ناس مؤيدين وفي ناس مناصرين شعار إيه بقى بص في ورقتك ماشي؟ طيب بص في ورقتك ليه؟ ما فيش تعليق لما الراجل دوت قال الكلام ده إحنا دايما دايما لما بيتقال كلام تفهمني طبعا عايز أقول إيه؟ يطلع واحد يقول لك خليك بصص في ورقتك ما تبصش في ورقة غيرك طب شمعنا في التصريح ده ما تقالش بص في ورقتك رغم إن التصريح ده كان في نفس القناة ونفس البرنامج ما احترامي للجميع ما احترامي للجميع وقوة نعلقتي بيه كويسة اللي أنا بتكلم عنه البرنامج يعني بصراحة يعني إنما شعار بقى بص في ورقتك ده معمول عشان الأهلي بس معمول عشان الكابتن سيد عبد الحفيز بس الاسلوب بقى القديم اللي برضو قاله في كلامه قبل ماتش القمة اللي حيتلعب إن شاء الله يوم الجمعة الجاية قال لك ايه بقى بس الكلام ده يعني يعني كنا بنسمعه من الستينات والسبعينات الأهلي هو المرشح الفوز بالمباراة والفوز ببطوله الدوري أما فريقي لا حولها هو لا قوة مالوش تستنادي في أي حاجة نظام قديم قوي قوي ومش هيعمل ضغط خلي بالكم لا بيعمل ضغط على لعبة الأهلي ولا على الجهاز الفني النادي الأهلي بيبص بقى في ورقته بيبص في ورقته النادي الأهلي بيلعب في أي ظروف بيلعب في أي ظروف ومش معنى إن في بعض العوامل ساعدتك على الفوز ببطولة سواء بقى فقدان الأهلي النقاط سهلة آه يعني عارفين ده خطأ مننا أو التحكيم اللي وقف ضد النادي الأهلي في مواقف كتير آه ده كان حاصل فعلا دي حقيقة وكان في صالحك باستمرار مش معنى كده إنك أنت بطل الأبطال لا بالأرقام النادي الأهلي بطل الأبطال بالأرقام إحنا لدينا الملعب بس عشان ما حادش يقول لي أنت يا أم عمال تتكلم وتبعدنا لا 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 النادي الأهلي جوه الملعب النادي الأهلي صاحب التاريخ صاحب الأرقام القياسية النادي الأهلي بينفس نفسه في حاجات كتير جدا والأرقام توضح كده ترجمة نانسي قنقر